ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نأتي الآن أيها الأخوة إلى موقف أهل الكتاب واحد يقول لهذه القضية قضية كتابية أصلها في التورى في العهد القديم في سفر التكوين في سفر التكوين أصلها في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين الجنسس فهيا نعود إلى هذا الكتاب ونرى بهذا الكتاب المُقدّس فالحقيقة نحن لو تأملنا أيضاً بعين الإنصاف من غير اعتساف من غير تعصب والاعتساف وجدنا أن التورا أن سفر التكوين نفسه يشهد بأن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق كما هو مصرح به في الإسحاح الثاني وعشرين من سفر التكوين أنه إسحاق في هذا الإسحاح أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم وقال له خذ وحيدك خذ ابنك وحيدك الذي تحب أو تحبه في بعض الترجمات خذ بكرك أي ذلك كان الأمر أيضاً سيشهد لإسماعيل سواء أكان بكره لأنه ثابت عند أهل الكتاب قبل المسلمين أن بكر إبراهيم هو إسماعيل ستقول لي من أين؟ في الكتاب في التوراة في سفر التكوين مصرح بأن الله تبارك وتعالى رزق إبراهيم بإسماعيل من هاجر حين كان لإبراهيم ست وثمانون سنة ومصرح في السفر عينه أنه رزق بإسحاق حين تم له مئة سنة إذن بينهما كم؟ أربعة عشرة سنة إذن أيهما البكر؟ أيهما الأول؟ إسماعيل في التوراة وهذا موضع اتفاق بين أهل الكتاب وبين المسلمين أن أول أبناء إبراهيم إسماعيل أن بكره إسماعيل هنا يقول له خذ ابنك الوحيد إسماعيل لأنه حين أتى إسحاق بعد ذلك وبينهما أربع عشرة سنة لم يعد إسحاقي وحيده لم يعد إسحاق وحيده ولا إسماعيل وحيده له إثنان إذن هذا يفيد أن الذي أمر إبراهيم بتقريبه بتضحيته كان ماذا؟ مفردا وحيدا هذا لا يصح إلا بإسماعيل إلا بإسماعيل وإن قال بكرك في ترجمة وأخرى واضح البكر إذن سواء كان وحيدا أو بكرا لا تنطبق إلا على من؟ إلا على إسماعيل لكن لماذا؟ ذكر هذا السفر خذ ابنك وحيدك أو بكرك الذي تحبه إسحاق علماؤنا تقريبا معظمها المحققون بالذات يقطعون أن هذا مقحم هذا مقحم في السفر هم وضعوه حملتهم عليه العصبية كبر عليهم أن يكون الذبيح وأن تكون هذه المنقبة العظيمة وهذه الأوصاف الجليلة الجزيلة لإسماعيل أب العرب المستعربة أبوا قالوا إسحاق فتناقضوا أنتم تكون هنا بشهادات هذا السفر إنه وحيد وإنه بكر الوحيد والبكر إسماعيل وليس أسحاق واضحة في إقحام أقحم الإسم هكذا إقحاما واضح؟ فهوم الوحي يختلف تماما إلى حد بعيد لدى المسلمين عنه لدى النصارى عند المسلمين وحي قرآن كوحي محفوظ بنصه وفصه بألفاظه بحروفه الوحي عند أهل الكتاب وحي معنى لذلك الوحي هذا لا ينفرد به الأنبياء حتى كتب التراث الأنبياء يوحى إليهم الحواريون يوحى إليهم هؤلاء القدسوا الكبار أيضا وحي بالمعنى ويجوج التصرف هنا بالزيادة بالنقعة قال لك المعنى المعنى لا لا قضية المسلمين أدخل بكثير بفضل الله تبارك وتعالى ونشوف الآن من خلال مطالعة الأدلة والشواهد كم القرآن دقيق دقيق وعجيب يا إخواني هذا الكتاب هذا القضية من القضية التي تشهد للقرآن الكريم بأنهم باللدن حكيم عليم خبير لا إله إلا هو ودقيق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سوف نرى في قضية الذويح هنا وهذا المقام ولكل مقام مقال أيضا حين تتأمل التوراة العهد القديم وخاصة سفر التكوين ستعلم أنها تقرر بالدرس القاطع أن الشريعة النموس يعني سمعتهم النموس الشريعة النموس من لدن آدم أب الأنبياء والبشر إلى موسى عليه الصلاة وأفضل السلام على أنه لا يقرب إلا البواكير من الأولاد والبهائم ومحاصيل الطير البكورة الولد البكر واضح؟ إذن البكر من كان بشهادة سفر التكوين إسماعيل رزقه إبراهيم وهو ابن ستة وثمانين سنة إذن أراد أن يقرب قربانا يقول لي ليش القربان وإيش كذا وإيش رأى في المنام كان من عادة تلك الشعوب أنهم إذا فرغوا من بناء معبد أو هيكل يقربون للإله قربان هذه عادة مشهورة وهكذا رأى إبراهيم في المنام قرب قربانا أعظم القرابين ماذا؟ الأولاد الإبن وإبن وحيد يعني شقة أو شعبة من قلب إبراهيم تعلقت به وكان يبتهي إلى الله أن يجعل إسماعيل يعيش قدامك يقول للرب لا إله إلا هو يعني أعطيه عمرا بارك فيه لا تخترمه لا تقصر عمر أحبه جدا لأنه كان وحيدا وكان ماذا؟ بكرا وأوتيه على الكبر 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 يكبر مش يكبر متبه يكبر لما كبير على الكبر هنا بين قسين هنا في تجاوز بسيط وقع فيه التقيير السبكي سبحان الله الكمال لصاحب الكمال الكمال لمن كمل الله شوف الإمال السبكي علم وإمام لا يشق له غبار أي من آية الله أنقرأ لهذا الإمام وعلم مقامه غير واحد قضى بأن التقيير السبكي بلغ درجة الاجتهاد المطلق أما أنه مجتهد الشافعية في عصري فهذا بلا نزاع بعض قال بل بلغ درجة الاجتهاد المطلق السبكي ليقل عن الإم الأربعة شيء عجيب رجل عجيب هذا الإمام ومع ذلك هنا أخطأ خطأاً لا أدري لماذا وقف عنده ابن حجر العسقلاني وأعطاه أكثر مما يستحق ابن حجر قال لك أنا رأيت أن استدلال السبكي الذي سأعطيكم خلاصته استدلال حسن جيد لكن قال بعد ذلك لما التفت إلى قول الله في سورة إبراهيم عزيزان إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبري إسماعيل وإسحاق آه أعلمت أنه أخطأ هنا الإمام السبكي السبكي أخطأ في هذه النحية البسيطة وهذه ليست معقدة ولا أساس استدلال السبكي انتبهوا لها أدري فكأن ابن حجر أفهمنا في الفتح أنني عدت عن هذا الرأي لم أعود أقول به أنه إسماعيل لأن السبكي أخطأ هنا هذا ليس معقد الاستدلال وليس بحور الاستدلال السبكي أخطأ قال بأن الله تبارك وتعالى رزق إبراهيم بإسماعيل حين كان كبيراً وكذلك رزقه بإسحاق بعد ذلك حين كان عفوا رزق إبراهيم بإسماعيل حين كان لا يزال شاباً لم يكبر ورزقه بإسحاق حين كان كبيراً هذا خطأ القرآن يرده إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل أو إسحاق وهذا ملتأم ب ومنسجم مع رواية سفر التكوين أن إبراهيم رزق بإسماعيل وهو ابن ست وثمانون سنة ست وثمانون سنة صحيح كان أكبر حين رزقه بإسحاق ابن مئة سنة طيب كم عاش؟ بحسب التوراة عاش مئة وخمسة وسبعين سنة مئة وخمسة وسبعين سنة عليه الصلاة وأفضل السلام هذا ليس خطأاً عظيماً ليس خطأاً عظيماً وكبيراً إلا البكر إذن إسماعيل هو البكر وفي التوراة أن الذي يقرب وينذر للإله ليس له نصيب من الميراث أنا لحد الآن في أدلة توقف من ماذا؟ من التوراة ليس من القرآن يعني نحتج الآن على أهل الكتاب للأسف لأن أئمتنا ومنهم الطباري ومنهم كثير من الصحابة أو بعض الصحابة اغتروا برواية أهل الكتاب والمسلم لا يضيره أن يكون الذبيح إسماعيل إسحاق كله أنبياء الله فاعتقدوا من نقلنا عنهم ومن لم ننقل أنه إسحاق قال لك إسحاق لا هذا ليس أقرب إلى الصواب والله أعلم الأقرب إلى الصواب أنه إسماعيل في التوراة أيضاً أن المقرب والمنذور لله تبارك وتعالى للرب للإله ليس له نصيب في الميراث وفي سفر التكوين تصريح أن إبراهيم قبل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى أعطى إسحاق كل ما عنده وأعطى عطايا لأبناء السرايا يعني السراري لأن الإماء اللائي كان يطأهن بملك اليمين إبراهيم أعطهم عطايا ولم يذكر أنه أعطى إسماعيل شيئاً لكن لم يذكر أيضاً أنه أبعده ذكر أنه أبعد أبناء السراري أبعدهم عن إسحاق لماذا لم يذكر أنه أبعد إسماعيل لأن هذا السفر أيضاً يقرر بشكل واضح أن إبراهيم لمَّا احتضر حضر وفاته وتولى دفنه إسحاق وإسماعيل أو إسماعيل وإسحاق السؤال لماذا؟ السؤال لماذا؟ إسماعيل بكره وكما قلنا ابنه الأول وحبيبه وكان متعلقاً به جداً متعلقاً به جداً لا ريب لا محالة لمَ لم يُعطِه لأن الشريعة هكذا أن الذي يقرب أو يُنذر لا نصيب له في الميراث ونصيبه الرب نصيبه الرب يعني جزاؤه وجه الله تبارك والله جزاؤه عند الله الله وجزاؤه الله جزاؤه هكذا إذن واضحنا أن هذا أيضاً قرينة أخرى على أن الذي أريد تقريبه ونذر لله محرقة يقول له تأخذ ابنك إلى أرض المريأ وتصعده محرقة يعني قرباناً تصعده محرقة بتعبير سفر التكوين في العهد القديم أولى أسفار العهد القديم أولى الكتب الخمسة كما يقال جميلة إخواني فهذه قرينة أيضاً قرينة أيضاً وأخيراً قبل أن نترك التوراة والاستدلال بها وبما وارد فيها ما هي أرض المريأة هذه إلى أرض المريأة وهذه كلمة لا تتردد في الكتاب المقدس وجدناها هنا وقعنا عليها وهنا أرض المريأ قال لك جبال الهيكل جبال الهيكل جبل صيون يذكر دائماً الذي بنى سليمان يذكر دائماً بعد ذلك شهده يذكر أنه شهد هيكله على هذا الجبل أن أمر إبراهيم بأن يصعد ابنه عليه في هذه الأرض أرض المريأة التي فيها الجبل جبال الهيكل دائماً يذكر هذا الجبل بأنه جبل صيون أو جبل الهيكل لا ينعت ولا يسمى بجبل ماذا؟ المريأة أبداً غير معروف لذلك اختلفوا فيه اختلف فيه هذه الكتاب فاليهود السامرة إلى الآن موجودون في شكيم عند نابلس في نابلس يهود السامرة أو السامريون يقولون المريأ هنا هذه أرض المريأ هي جبل جريزيم قول مختلف وجبل جريزيم غير جبل الهيكل غير جبل صيون أما النصارى فيقولون بالقرب من كنيسة الرب القرب من كنيسة أقوال كثيرة اختلفوا